موسيقى 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 مشاهدين يزداد التوسع العمراني وتزداد معه الحاجة للبنية التحتية والخدمات الأساسية للمخططات السكنية الجديدة خدمات وبنية تحتية يفترض أن لا يتم حصرها في المفهوم الضيق المرتبط بطريق معبد وسلك للكهرباء وأنبوب للمياه بل يفترض أن تتقاوز ذلك المفهوم لأن تكون بنية تحتية بمفهومها الحديث من مدن حضرية تتوفر بها المتنفسات والمراكز الصحية والأندية ومراكز التسوق والمكتبات العامة إذن جهود تتشارك عليها مختلف الجهات الحكومية والخاصة لكن بعض المناطق السكنية لا تزال تنتظر وصول يد النهضة المباركة النهضة التي أكد عليها مولانا حضرة صاحب القلال عندما قال سأعمل بأسرع ما يمكن لجعلكم تعيشون سعداء لمستقبل أفضل هذه النهضة التي أكدت ولازالت تؤكد على أن لا بعيدة في عمان ولا مناطق نائية بل أن عمان من أقصاها إلى أقصاها يجب أن تصلها التنمية إذن في هذه الحلقة مشاهدين نتساءل عن دوار الجهات المختلفة لتوفير هذه الاحتياجات لمناطق السكنية كما نتعرف كذلك على جهود أعضاء المجالس البلدية وفق الصلاحيات الممنوحة لهم في اقتراح الخطط وأيضا تقديم التوصيات التي من شانها المساهمة في إيجاد الحلول لبعض القضايا المجتمعية إذن مشاهدين بداية نرحب بضيوف هذه الحلقة ونرحب بالدكتور علي بن مبارك رشيدي نائب رئيس المجلس البلدي بمحافظة شمال الباطنة ممثل ولاية السويق ألا وسلم بك دكتور وسهل كما نرحب مشاهدين بضيفنا الآخر عبد الله بن حبيب الهادي عضو المجلس البلدي بمحافظة مسقط ممثل ولاية السويق أهلا وسهلا ونرحب كذلك بضيفنا مالك بن أهلال اليحمدي عضو المجلس البلدي بمحافظة مسقط أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين الكرام يعطيكم الصحة والعافية كما نرحب كذلك بضيفنا المهندس سليمان بن محمد المحرزي أحد سكان منطقة حلبان في ولاية السيب أهلا وسهلا بكم مهندس أهلا وسهلا بكم إذن مشاهدين بعد الترحيب بضيوف هذه الحلقة نذهب ونتابع هذا التقرير الذي عدته الزميل انتصار الشبلية بعد ذلك نعود للبدء والخوض في تفاصيل هذه الحلقة فتفضلوا بالبقاء معاك أيها الشعب سأعمل بأسرع ما يمكن لجعلكم تعيشون سعاداء لمستقبل أفضل بزغ فجر النهضة فامتدت معه أذرع التنمية تطال الوادي والجبل السهل منها والصعب فشقت الطرق وعمرت البنايات ولذى إليها السكان من كل حتب وصوب إلا أن بعض المناطق في عموم محافظات السلطنة توافد إليها السكان فأضحت أحياء سكنية قبل أن تطالها أساسيات الخدمات من شبكة المياه والكهرباء والصرف الصحي وغيرها وعوضا عن أن تكون السكنة راحة باتت مقلقة حين يتطاير غبار طرقها الترابية على المنازل وساكنيها ومكلفة ماليا حين تجف صهاريج مياهها لينتظر ناقلات المياه بتفاوت أسعارها نقص الخدمات الأساسية في الأحياء السكنية ليس بالمشهد الجديد لسيما مع اتساع رقعة العمران وتزايد أعداد السكان فما هي الإجراءات المتبعة لتوفير الخدمات في المناطق التي سبق فيها العمران نئية الخدمات الحكومية والخدمات المرتبطة بالقطاع الخاص كشبكة الاتصالات على المجالس البلدية يعول الكثير في تحسين وتجميل المناطق والقرى فما هي أدوار هذه المجالس للإسراع في مد الخدمات للأحياء السكنية التي يشتكي قاطنيها واللحاق بركب المشاريع التجميلية لهذه المناطق وكيف يقيم أعضاء هذه المجالس تجاوب الجهات المعنية مع تقاريرهم وهل يكون الخلل في الصلاحيات أم في إدراك الأعضاء للمهام الموكلة إليهم؟ إذن مشاهدين تابعنا هذا التقرير وقبل البدء في تفاصيل هذه الحلقة نشير إلى أننا أيضا تقدمنا بخطاب رسمي لبلدية مسقط ليكونوا أيضا حاضرين معنا في هذه الحلقة ولكن اعتذروا لأسباب غير مفهومة ولكن البركة بضيوفنا هنا في هذه الحلقة ونتسأل بداية مع الدكتور علي الرشيدي ونتعرف أيضا لتعرف المشاهد على الاختصاصات اختصاصات المجالس البلدية حقيقة الأمر اختصاصات المجالس البلدية كثيرة ومتنوعة وتخص جميع الخدمات بشكل عام أما فيما يتعلق بالخدمات في المخطات الإسكانية فأخذت نصيب الأسد في التوصيات والمقترحات في المجالس البلدية وعلى كل حال كثير من الاقتصاصات في المادة الرقم 16 تحث وتوجه إلى تقديم المقترحات والتوصيات في هذا المجال على كل حال المجلس البلدي في الفترة الأولى وأيضا في الفترة الثانية الآن قدم الكثير من المقترحات ومن التوصيات في هذا المجال في مجال تحسين الطرق وتحسين الخدمات من شبكات المياه وأيضا الكهرباء وأيضا فيما يخص بصرف الصحي وغيرها من الخدمات التي هي من الضروريات في المخططات الإسكانية نعم دكتور ذكرت أن لربما المجالس البلدية تختص بخدمات عديدة فيما يتعلق بالشأن المجتمعين نتسأل أيضا مع ضيفنا عبدالله الهادي الآن حتى بعض الأعضاء المجالس البلدية يقولون بأن حضور المجالس البلدية ربما أيضا لا نريد القول بأنه ضعيف لكنه أيضا محدود نوعا ما من يتحمل مسؤولية ذلك هل الذي يتحمل مسؤولية ذلك هم العضاء أم أيضا الجهات الأخرى التي لا تستقيب لهذه التوصيات التي ترفعها للمجالس البلدية هي توصيات مجالس البلدية ومهام مجالس البلدية يعني تتعلق بمثل ما تفضلت بالأعمال ومطالبات المجتمع مطالبات المجتمع فالمجتمع يعني أصبح العضو المجلس البلدي هو الواقهة الأمامية صحيح بينه وصول ولك أدوار إيقابية عديدة قدمها أعظم مجالس البلدية في عموم السلطة قاموا بأعمال وأدوار يعني مقدرة ومعروفة وما زلنا ماضين في السعي وتلبية احتياجات المواطن نتسأل أيضا مع ضيفنا الآخر السيد مالك اليحمدي الآن هذه الأربما الدورة الثانية في تقربة المجالس البلدية كيف تقيمون هذه المرحلة؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم أولا يعني إضافة إلى ما ذكروه الإخوة أنا أعتقد بالنسبة لاختصاصات المجالس البلدية على مستوى المحافظات المختلفة يعني هي منصوص عليها بشكل واضح وصريح في المادة رقم 16 من مرسوم السلطان 116 على 2011 والذي حدد 30 اختصاص حقيقة يعني تدخل ضمن طاق اختصاص المجالس البلدية وإذا ما نظرنا إلى هذه الاختصاصات سنجد أنها كلها تتعلق بالجوانب الخدمية التي يعني يضمن من خلالها فيما إذا تم تحقيقها يضمن من خلالها توفير الخدمات سواء الأساسية أو الثانوية ونحن لما نتكلم عن خدمات كما تفضلت في مقدمة حديثة نحن نحن نتكلم عن مجرد شارع يرصف أو إنارة تعمل أو مثلا توصيل هذه الخدمات أصبحت خدمات أساسية نعم الآن أصبح الحديث عن البنية التحتية يتقاوز ذلك إلى مفهوم أيضا المدن النموذجية المدن المتكاملة بعيد عن نعم صحيح الآن يعني يتم الحديث في هذا الوقت عن المدن حتى الذكية صحيح يتم التحدث أيضا عن عن ما يسمى بالخدمات المتكاملة التي هي يعني يوضع في الحسبان لكل هذه الخدمات منذ يعني الوهلة الأولى عند وضع المخططات للأسف الشديد حقيقة إلى الآن نحن يعني عندنا فيه نوع من الغياب فيما يتعلق بالغياء بالمخطط وضع المخططات الحضارية يعني مناطق وولايات معظم المحافظات ستظهر لربما معنا أيضا على الشاشة بعض هكذا العناوين التي جاءت في الصحف عن تبني المجلس العلى للتخطيط بعض المشاريع السكنية النموذجية هذه المدن الذكية لكن نتسال عن وجودها أيضا على أرض الواقع صحيح هذه كلها ما زالت يعني نحن نستطيع أن نقول ما زالت في إطار النظري لكن حقيقة على أرض الواقع نحن يعني لا نرى شيء من هذا القبيل إلى الآن على الأقل لكن أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا فما زال هناك يعني بما أنه هناك حديث عن مثل هذه المخططات وعن هذا النوع من المدن النموذجية والذكية فبالتالي إن شاء الله ستأتي حتما وهنا دور المجالس البلدية وأعضاءها في التنسيق مع هذه الحقيقة مع هذه الجهات المشاركة سنعود ونناقش أيضا هذه المادة التي ذكرتها قم 16 والتي أوضحت أيضا وفصلت أدوار المجالس البلدية منها تقديم التوصيات فيما يتعلق بتنظيم المخططات السكنية وأيضا الاقتراح إنشاء الطرق وتحسينها وغيرها أيضا من الخدمات فيما يتعلق بالأحياة السكنية لكن الآن ننتقل لضيفنا أيضا من سليمان المحرزي وهو يمثل أيضا سكان سكان المنطقة منطقة حلبان في ولاية السيب الآن أيضا كيف تقيم حضور أعضاء المجالس البلدية وأيضا استقابتهم للمطالب وإيصالها أيضا لجهات الاختصاص استجابة أعضاء المجالس البلدية استجابة طيبة على أقل تقدير معنا في منطقة حلبان بالسيب قاموا بزيارة المنطقة والاستماع إلى المطالبات تبقى هناك نقطة هل لهم الصلاحيات المناسبة والكافية لإيصال هذه المطالبات إلى أصحاب اتخاذ القرار هذا هو محور والحديث هل هناك زيارات مستمرة من قبل أعضاء المجالس البلدية لقاءات مباشرة لقاءة دورية ليس هناك حقيقة شيئا ملموس على أرض الواقع لكن إذا كان هناك اتصال معهم هم بكل تقدير يأتون ويلتقون بالأهالي نعود أيضا للدكتور علي ونتسال الآن ما هي النقاحات هناك أيضا العديد من الأدوار التي تبناها أيضا المجلس البلدي في عموم ولايات السلطنة ولاقت هذه التوصيات وهذه الاقتراحات أيضا استقابة من قبل الجهات المختصة إذا ما أردنا الحديث عن نماذج من هذه التوصيات فما هي؟ بحقيقة الأمر المجالس البلدية في عموم محاوظات السلطنة بدلت كثير من الجهود وكان لها دور كبير في الفترة الماضية وأيضا في الفترة الحالية قدمت توصيات المناسبة ولكن ما زالت توصيات المجالس البلدية يعني ما زالت في طور البداية وما زالت هناك بعض القصور من بعض القهات الحكومية في الأخذ بالتوصيات المجالس البلدية وأيضا بمقترحات المجالس البلدية المجالس البلدية تمكنت من نزع بعض اختصاصاتها بالقوة من بعض القهات الحكومية والآن أصبح المجالس البلدية نقدر نقول موضع قدم في رسم بعض السياسات فيما يخص بالأشياء الخدمية أيضا وإحتياجات المحافظات فيما يخص بالمخاطرات الإسكانية المجالس البلدية قدمت الكثير والكثير من المقترحات والتوصيات والتي أتت نتائج خبرات من أعضاء المجالس البلدية وأيضا دراسات على سبيل المثال للحصر هناك دراسات من مجالس البلدية لبعض المخاطرات الإسكانية وأيضا السلبيات وأيضا الآثار الاجتماعية والآثار النفسية على هذه المخاطرات الإسكانية وعلى سكان المخاطرات الإسكانية ونتيجة تلك الدراسات هناك توصيات وهناك مقترحات للقهات الحكومية تأمل المجالس البلدية أن يتم الأخذ بها وما زارت المجالس ما زارت تقدم التوصيات والمخترحات وهذا الذي نعول عليه حقيقة هو أيضا بحكم أيضا قرب أعضاء المجالس البلدية من الاحتياجات احتياجات المجتمعات هم لربما الأقدر والأقدر على إيصال هذه المطالبات لكن مثل ما ذكرتهم بحاجة أيضا لتقاوب من قبل الجهات المختصة لابد من تقاوب من الجهات المختصة لابد من الأخذ بهذه المقترحات وهذه التوصيات لأن عضو المجالس البلدي هو من هذه البلد وأيضا هو عضو منتخب والمواطن ينتظر منه الكثير فهنا لابد من الجهات المسؤولة أيضا معرفة هذا الوضعية عضو المجالس البلدي ولابد أيضا من المقترحات والتوصيات التي أدل بها أو قدمها عضو المجالس البلدي لأخذ بها خاصا إذا كانت تهم المجتمع وأيضا لها سيكون لها مردود جيد على المجتمعات وعلى اسكان هذه المخطات الإسكانية والمردود يكون أيضا اجتماعي واقتصادي كذلك نتسأل أيضا مع الضيف الآخر عبدالله الهادي الآن ما هي أبرز الاحتياجات والمطالب التي تأتيكم من قبل المواطنين سواء في ولاية العامرات التي تمثلها أيضا وحتى مختلف الولايات الأخرى هي حقيقة حاليا مطلبات كما لاحظنا التقرير الموجود اللي هي المحافظات ومعظم المخططات السكنية الجديدة تفتقر من الخدمات والاحتياجات اللي هي خدمات الطرق والإنارة وتوصيل شبكات المياه وغيرها فنحن لا نقول أن القهة المعنية لم تقوم بهذا العمل فهي مارة في هذا المجال وخطوة خطوة ما هي أيضا القهات نحن نريد أيضا نسمي الأشياء بمسمياتها هل هي البلدية هل هي أيضا شركات الاتصال أيضا شركة لربما الحياة للمياه المسؤولة أيضا عن الصرف الصحي نسمي هذه الشركات نعم هي خدمات الطرق والإنارة هذه تابعة للبلديات طبعا للبلدية أما باقي الخدمات هي كشبكات المياه وشبكات التوصيل خدمات شركات الاتصالات هذه طبعا هي مختصة من هذا القانب فنحن لا نقول مثلا في قصور موجود بس محتاجين إلى مزيد من الخدمات التي يجب أن توفرها هذه الجهات التي هي كشبكات الاتصال ويظهر أيضا معناه لأن على الشاشة للمشاهد أيضا خبر لربما نشرته صحيفة أثير الإلكترونية يتحدث عن أن هناك أيضا حي سكن في المعبيلة بلا خدمات وأيضا ذكرت أن المنظر لا يليق بمسقط وهناك أيضا أضرار قسيمة لحقت بالمواطن ننتقل الآن أيضا لضيفنا مالك اليحمدي ونتساءل أيضا لربما تتشاركون أيضا مع ولاية العامرات بعض الخدمات والنقص في هذه الخدمات فما هي أيضا تلك النواقص أنا أعتقد أن أخي علي نتجاوز دائما نتجاوز الحديث عن هذه الخدمات الأساسية أنا أعتقد أن الخدمة الأساسية المفقودة هي مسألة التخطيط للخدمات التخطيط المسبق كما ذكرت لك سابقا أنه يفترض عند وضع أي مخطط تكون موضوع له هذا المخطط تصور بجميع الخدمات التي يحتاجها نحن نخطط لحي سكني ومعروفة الخدمات التي يتطلبها الحي السكني يعني بدءا من الشوارع والإنارة وتوصيل المياه والصرف الصحي والصرف الصحي والشبكات الاتصالات هذه كل خدمات أصبحت لا يقوم أي حي إلا بها فللأسف الشديد هذه المسألة هي المفقودة نحن عندنا وزارة الإسكان هي الجهة المعنية بوضع المخططات الإسكانية وهي تقوم بهذا الاختصاص حقيقة بشكل كبير حسب أيضا ما يتسنى لها من إمكانيات لكن في المقابل بعد أن يخطط هذا المخطط ماذا بعد مسؤولية من إيقاد هذه الخدمات؟ هل مسؤولية نجارة الإسكان؟ أنا أعتقد في الوضع الراهن هي مسؤولية هي نوع مسؤولية مشتركة لكن يمكن أن يشرف عليها المجلس الأعلى للتخطيط بحيث أنه يتأكد أنه أولا وضع المخططات الحضرية ثم الوضع المخططات الحيكلية والتفصيلية وما يتبعها طبعا مخططات عمرانية وما ينسحب على هذا أيضا من حاقتها إلى الخدمات فنحن المشكلة التي صايرة أنه في كثير من الأحيان توزع قطاع أراضي في أماكن يقول لك صاحب الأرض عندي أرض لكن مثلا ما قادر حتى أبنيها ما قادرت حتى أوصلها الآن على مدار عدة سنوات فنحن نتكلم عن أبسط الخدمات التي يفترض أنها تكون موجودة لو كان هناك تخطيط محكم وتخطيط يضع في الحسبان هذه الخدمات أعتقد أن تقاوزنا هذه الإشكالية التي حاضرة بقوة حقيقة وهذا الذي نأمله نأمل أن يكون في تنسيق مشترك لأنه كما قلنا أنه الآن توضع المخططات وفيما بعد البلدية هي كجهة مختصة بشكل أساسي هي معنية بتوصيل الخدمات الأساسية تقول لك البلدية عندنا مخططات لكن ما عندي إمكانية أن أضع لها وهذا مثل ما ذكت لك ربما أيضا دور البلدية وأيضا حتى القطاع الخاص في بعض الخدمات بالضبط أنا مع حقيقة وضع المخططات ووضع الخدمات لها حتى إذا كان قد يتفق مع المشاهدون أو ما يتفق في هذه النقطة لكن حتى لو مع زيادة رسوم هذه الأراضي أنا أحصل على أرض مقابل الرسم أعلى شوية لكن في نفس الوقت مع خدمة متكاملة نعم وأنت أيضا ذكرت رسوم للأراضي البعض يتساءل يقول بأن الوزارة ربما تقوم بتحصيل هذه الرسوم لكن في المقابل ما الذي تقدمه وزارة الإسكان في مقابل هذه الرسوم نعم هي وزارة الإسكان حقيقة أيضا ما نريد أن نكون مجحفين لهذه الدرجة هي لو لم تكن حصلت الرسوم إلا للأرض نفسها لكفاء لأن الأرض مقابل أنه يمنح لإنسان أرض وبهذا مقابل هذا الرسم الزهيد حقيقة رسم عالي هو رسم زهيد للحصول على الأرض لكن ما يعنينا هو ليست الأرض الأرض إذا لم تكن متوفرة لها الخدمات فلن تستطيع من بنائها ونحن نعرف نماذج وحالات كثيرة يعني اضطر فيها صاحب الأرض إلى بيعها والتخلص منها لأنه غير قادر على بنائها بحكم أنه عدم وجود الخدمات وتوصيل هذه الخدمات الأساسية سيكلفه بالشيء الكثير وبالتالي كما قلنا أنه لو يعني يكون سعر الأرض أو رسمها ما نقول سعرها يرفع رسم الأرض في مقابل الحصول على خدمة أنا أعتقد كل المواطنين سيرحبوا بهذا الشيء أربما نحن أيضا لا نريد إثقال كاهل المواطن برسوم إضافية لكن نود أيضا الاستفادة من الخدمات التي توفرها السواء البلدية أو القطاع الخاص ويطلع الكل بدورة ويقوم بتوفير هذه الاحتياجات هو عموما إذا سمحت للأخ علي يعني عقب على هذه النقطة فيه كثير الآن من النماذج اللي هي المخططات تطرح حتى للاستثمار بمعنى أنه يأخذها مستثمر يطور فيها الخدمات يضع فيها مخططات نموذجية ويعني تعرض بأسعار في متناول في متناول فترة قريبة تم التوقيع لمجمع سكني ربما في بركة هذه ممارسات أصبحت الآن شائعة وموجودة وأثبتت نجاحاتها حقيقة في كثير من الدول ونحن يعني سواء اليوم أو غدا سنصل إلى هذه المرحلة اللي نحتاج أن نكون موجودة عندنا من هذه المخططات العمرانية بإذن الله سننصل إذن هذه الآن لربما تظهر على الشاشة الإسكان مناقصة إن شاء الأحياء السكنية النموذجية ببركة للمواطنين خلال أسابيع هذا لربما الخبر من أسبوعين أو ثلاثة تقريبا نعم هذا يتجانس مع الحديث نعم نحن الآن بحاجة لزيادة هذه الأحياء النموذجية وأيضا استنساخ هذه التقارب في عموم ولايات السلطة في المقابل أيضا كذلك إذا سمحت لي كوني يعني عضو في المجلس البلدي على مدار الفترتين الفترة الأولى كنت ممثل لولاية بوشر والفترة الثانية الآن ممثل لأهل المشورة والرأي أقول حقيقة يعني هناك فيه إنجازات وهناك فيه نجاحات وأنا أريد سوق مثال يعني مثال واضح للمشاهد نحن في الفترة الأولى وفي بداية 2013 و14 كذلك كنا نتشارك حقيقة مع بلدية مسقط في يعني وضع الخدمات الأساسية عند تطوير أي مخطط على سبيل المثال أنه هذه المنطقة بحاجة إلى تطوير هذه المنطقة بحاجة إلى إنارة هذه المنطقة بحاجة إلى شوارع هذه المنطقة بحاجة إلى حدايق مندزهات حقيقة كنا لصيقين بهم هل يعني ذلك أن التقربة الأولى كانت أفضل من التقربة الثانية؟ لا ليست يعني ليست بالضرورة لكن ربما نحن نعرف جميعا أنه في الفترة الثانية الآن يعني تشهد البلد بشكل عام يعني بعض الظروف الوضع الاقتصادي العام الذي هو لا يخفى على أحد هذا أثر طبعا وانسحب على مسألة يعني التوقف عن توفير بعض الخدمات أما في الفترة الأولى عندما كانت الأوضاع المالية أفضل وفي حالة من الاستقرار حقيقة كانت المشاركة واللصاقة موجودة مع الإخوان في بلدية المسطط والشيء بالشيء أيضا يذكر والدينا أيضا هنا الأخ سليمان المحرزي ونتحدث أيضا عن مثل ما ذكرت ليحمدي عن قيام أيضا البلدية ومختلف الجهات بأدوار أيضا إيقابية والأمر أيضا من أسبوع تقريبا بدأت البلدية بتنفيذ الطريق المعبد لديكم هناك في منطقة حلبان نتحدث معك أيضا عن البدء بهذا المشروع وهو أيضا بشارة خير لربما لقدوم أيضا باقي الخدمات ونتحدث عن الخدمات والاحتياجات والنواقص الأخرى بريطة نشكرك الأخ علي فعلا استبشر الجميع في منطقة حلبان بقدوم أخيرا بعد طول انتظار تقريبا سبع سنوات من الانتظار الشارع الرئيسي لمنطقة حلبان لكن هذا الشارع حاليا بأطوال الحالية تقريبا 2 كيلو متر لا يمثل إلا 10% فقط من احتياج المنطقة المنطقة أخي علي تقريبا فيها 400 مخطط سكاني وخدمي حاليا هناك 300 تحديدا وستة وحدات سكانية وخدمية قائمة نعم فبداية كان عام 2011 الآن عام 2018 ولا يوجد ولا كيلو متر المطالبات بدأت من 2011 11 نعم يالآن هناك صار نوعا ما تأخير بإيجاد هذه الخدمات الأساسية الشوارع والمياه تحديدا هذه خدمة أساسية الجميع محتاج لها عدم موجود هذه الخدمات تؤثر بشكل كبير على حياة الناس الموجودين بهذه المخططات هذا كمثال حقيقة يعني يمكن أن يؤتى به هناك الكثير من الأمثلة على المستوى المحافظات حاليا ليست هناك شبكة مياه مثلا بالمنطقة الأهالي يعانون تماما من عدم موجود هذه الخدمة الفاتورة الشهرية تحديدا الفاتورة المياه تحديدا بحدود 6 إلى 8 أضعاف نعم طريقة للصهاريج فقط الصهاريج نعم 6 إلى 8 أضعاف الفاتورة العادية للمناطق التي بها خدمة المياه الحكومية وربما أيضا قد لا تتوفر في بعض الأوقات عندما يكون الاحتياج ضروري للمياه بالتأكيد بالليل أو أوقات أخرى هناك حقيقة حاجة ماسة يعني ينبغي أن نخرج عن إطار الحلول التقليدية لإيجاد ليس هناك حتى هناك عمل لما تزور المسؤولين ليس هناك خطط يعني بالقريب أو بالمنظور لإيجاد حل هذا المعضلة فينبغي أن نخرج على المألوف ويمكن الطرح السابق أنه إيجاد بعض المستثمرين لإيجاد بعض الحلول لهذه المخططات السكنية هذا إحدى الحلول أخي علي أود أن أطرح نقطة دور المجالس البلدية بالنسبة لكدور وسيط لعملية وضع الأولويات الأولويات للولاية أو للمحافظة هل يعقل أن يوجد مخطط لأن شبه مكتمل وليس هناك مثل هذه الخدمات الأساسية مثل صاير في منطقة حلبان أيضا لربما ما تتميز به أيضا منطقة حلبان هي وجود ثلاث تقريبا قامعات وكليات هذا لربما أيضا يعطي انطباع سيء للدارسين هناك بعدم توفر خدمات لعدم توفر أيضا بنية تحتية قيدة في تلك المنطقة حقيقة هذا من المفارقات الطريفة والغريبة في نفس الوقت جامعة الجامعة الألمانية وكلية البيان وكلية عمال إدارة والتكنولوجيا موجودات كلهم بهم يعني خدمة المياه الحكومية وكلهم حصن على الشارع تم يصال المياه الحكومية إلى الجامعات والكليات والكليات وأيضا الشوارع إذن لماذا لم يتم توصيلها إلى الآن للمنازل هنا نشاطرك نفس السؤال أخيالي تقدمتم باستفسار أيضا وطلب توضيح للجهة المسؤولة عن المياه المطالبات والزيارات والرسائل يعني مستمرة من عام 2011 بدون انقطاع تقريبا مشهريا هنا يأتي دور المجالسة البلدية لو كان المجالسة البلدية لديها القدرة على رؤية احتياجات المحافظة ووضع الأولويات والمخاطبة الجهات المعنية الجهات المعنية أيضا حقيقة معذورة يعني مثلا على مستوى الوزارة أو على مستوى البلديات لديها العذر لديها الكثير من الاحتياجات والكثير من المطالبات وحاليا بالوضع الموجود يعني الموارد المحدودة هنا يأتي دور المجالسة البلدية في وضع أولوية يعني هذا المخطط ليس لديه أدنى الاحتياجات الأساسية هذا يأتي بالأولوية القصوى هذا أيضا فيما يتعلق بمنطقة حلبان وهو أيضا إسقاط على باقي المناطق التي تنقص هذه الخدمات الآن أيضا مشاهدين سنذهب ونتابع هذا الاستطلاع الذي يعده الزميل شاذان المنذري وهو أيضا يتناول الحال المجتمعي هناك في ولاية العامرات نتابع الاستطلاع على ذلك نعود لمناقشة مقافي هذا الحي يحتاج إلى كثير من الخدمات أبرز هذه الخدمات التي نحتاجها في الوقت الحالي تتمثل في الحصول على شبكة المياه الحكومية زايد نحتاج كذلك إلى خدمة رصف الطرق الداخلية والشوارع الداخلية كذلك نحتاج إلى شبكة الصرف الصحي في هذا الحي ونحتاج إلى شبكة الاتصالات والألياف البصرية في يناير 2017 نزلت الهيئة العامة للكهرباء والمياه إعلان في الصحف المحلية أن المراحل في ولاية العامرات تقوم بتقديم طلباتها إلى مكاتب الهيئة في العامرات للحصول على شبكة المياه الحكومية قدموا جميع المواطنين بناء على الإعلان الصادر في الجريدة طلباتهم إلى هذه الهيئة وعطوهم جميع الأوراق والالتزامات المطلوبة ثم تفاجأنا بعد ستة أشهر ويقال بأن مرتفعات العامرات الثانية غير مدرجة ضمن الإعلان تقدمنا بشكوى إلى رئيس الهيئة إلا أن طلبنا بعد معاناة كثيرة جدا حقيقة من المواطنين قوبل بالرفض بعدم الحقية في إدخال المياه الحكومية علما بأن أقرب نقطة للماء الحكومي موصلة الآن في مرتفعات الثانية لا تتجاوز عن خمسين متر أولاً نحن في هذا المكان في هذا الشارع نحتاج بك شارع نصف هذه المنطقة كاملة لأن هنا ما شاء الله كل شهرين يطلع لك بيت هذه أولاً شارع القار بين البيوت وبين الحارات في المنطقة الجديدة هذه غير ذلك نحن محتاجين إلى مركز صحي يعني تصور العامر أولاية العامرات كلها فيها مركزين فقط هذه منطقة حديثة الآن وتحتاج إلى مركز صحي تستوعب هذه الكثافة السكانية العالية الجهات هذه كل ما تمت مخاطبتها تتفاوت بين جهة إلى جهة أخرى اللي هو التأخي في الرد يعني التأخي في الرد هذا كثير جداً يعني تخاطبهم اليوم أيك الرد ممكن بعد شهر خاطبنا بلدية مسقط بخصوص إنشاء دوار أو مدخل رئيسي للحي حتى الآن لا يوجد رد قدمنا رسالة مديري العامة بلدية مسقط العامرات ووجهونا إلى الرئاسة وقدمنا رسالة إلى معالي رئيس البلدية وحتى الآن لا يوجد أي رد وهذا التقاطع كما ترون هنا يفصل أربع مداخل يعني تقاطع رئيسي متعارف عليه تقاطع الموت نحن نحتاج الكثير مع التسارع وحركة البنيان في هذا المنطقة بحاجة إلى مركز صحي لحيث أننا نحن لما نروح المنطقة الخامسة ننتظر بالساعات الكثير والكثير والكثير يعني مقرد أنه ممكن شيء بسيط لذلك نضطر أن نروح العيادات الخاصة بسبب أنه الزحمة الكبيرة لأنه المنطقة الخامسة يجمع المحاق العامرات القديمة فكثافة سكانية كبيرة دم خدمات المياه في المنطقة نهائيا طالبنا فيها عدة مرات وطبعا المواضيع ترحل لسنوات الأخرى المنطقة لا زالت لما تكتمل فيها الشوارع والإنارة كذلك عندنا هنا كثير من الحمير السائبة محتاج من البلدين أن تتوضع حد لهذه الحمير وتتكاثر بشكل كبير قد بعض الجهات توافق أنه تيجي وتزور المنطقة وتوضع دراسات وبعض الجهات لا زالت إذن من خلال الاستطلاع يتضح أيضا أن الهم واحد وأن هذه المطالبات هكذا تجتمع حول شبكة المياه الحكومية وأيضا رصف الطرق مثل ما ذكر في الاستطلاع وكذلك أيضا الصرف الصحي والاتصالات نبدأ أيضا ونتحدث مع الدكتور علي الرشيدي هذه المطالبات وهذه الاحتياجات لربما هي بحاجة لقهد متكامل لمختلف الجهات وإلى استراتيجية واضحة كيف الآن بالإمكان العمل على إيقاد هذه الاستراتيجية موقع التنفيذ؟ حقيقة المخطات الإسكانية فيها الاستراتيجية عند الوزارات المعنية في المخطات الإسكانية استراتيجية غير واضحة ونقدر نقول أنها استراتيجية عشوائية الإشكالية في المخطات مثل ما تفضل لأخ مالك تحصل بيت هنا وبيت هناك والمخطط الآخر تحصل أيضا بنفس الشكل العشوائي البيوت غير متناسقة والمخطط غير ممتلئ وينتقل إلى مخطط آخر قدم مجلسة بلدي محمد شمال باطنة مقترح للجهات المسؤولة بعدم التوزيع إلا بعد اكتمال المخطط وهناك طريقة للعمل استراتيجية للعمل بهذا الموضوع ولكن للأسف إلى الآن لم يتخذ أي إقراء بهذا الخصوص لابد من المخطط الإسكاني لابد من اكتمال المخطط الإسكاني حتى تستطيع الجهات الحكومية توفير المتطلبات بعض المخططات فيها عشرة بيوت على سبيل المثال ألف قطعة موزعة وفيها عشرة بيوت كيف تستطيع الوزارة المختصة توفير الطريق لهذه العشرة بيوت وكيف تنتقل إلى المخطط الآخر كيف يستطيعون توفير شبكة المياه إذن هناك فيه أخطاء وهناك فيه عشوائية في التوزيع ولابد لحل هذه المشكلة لابد أن تكون لدينا استراتيجية واضحة تكون أيضا هناك أولويات في إيقاد هذه الخدمات البنية التحتية أيضا كان من ضمن المقترحات توزيع الأراضي في المخطات الإسكانية للذين لديهم الجاهزية المباشرة لبناء وبعد ذلك الانتقال بعد اكتمال هذا المخططي انتقل للمخطات الأخرى لابد من أن تكون هذه الاستراتيجية تضع على طاولة النقاش في المجالس البلدية وتمشي عليها الجهات المسؤولة حتى نحقق في مخططات الإسكانية في كل محافظات السلطنة التطور المنشود مثل ما تفضلوا الأخوة الرسوم التي هي عن قطعة الأرض الرسوم الإسكان عن قطعة الأرض هي لتوفير بعض الخدمات لربما هذه الرسوم لا تستخدم في توفير المطلبات البسيطة لهذه المخططات عدنا إشكالية كبيرة ليس في الطريق عدنا الإشكالية المهمة في نقص المياه في المخططات الإسكانية وهذا هي ظواهر اجتماعية سلبية كثير جدا وكانت لنا دراسة بهذا الخصوص أثبتت أن هناك كثير من المشاكل الاجتماعية ظهرك بسبب تغتب على نقص المياه نقص المياه طبعا ظواهر اجتماعية كالطلاق أيضا هناك تأخر في مستوى التعليم للطلاب هناك أيضا عدة سلبيات مشاكل نفسية ظهرت في المجتمعات التي تعاني من نقص المياه أيضا من ناحية مادية وقتصادية عند المواطن أصبح المواطن تثقل هذه الفاتورة حتى القطاع العقاري تأثر نحن أيضا ستكون لدينا مداخلة هاتفية مع أحد العقاريين يتحدث أيضا عن أن تأثر سوق العقار أي شخص يود الاستعقار أو الشراء من منزل يسأل هل تتوفر مياه حكومية أم لا طبعا النقص في المياه أيضا حتى في شركات الكهرباء شركة مصقطة أو شركة مزون أو شركة ميقان بعض الأحيان يضطر المواطن لانتظار سنة كاملة بعد قهزية منزله للحصول على كهرباء وهذه طبعا حالات كثيرة ومنتشرة نقص المياه طبعا في أغلب المخطات الإسكانية في السلطنة الأغلب فيها نقص المياه الكهرباء ربما تكون نسبة كبيرة تم تقطيتها ولكن المياه تقريبا أكثر من 80% من المخطات في المحافظات لا تتوفر فيها خدمة المياه أما الطرق فطبعا نحدث ولا حرك تناكل كثير من المخططات ما فيها الطرق وهي طبعا لها أثار بيئية وأيضا لها أثار صحية على المواطنين نعم أيضا حتى بعض المواطنين يقول أن بساطة النقل نقل الطلبة ترفض دخول المنطقة التي لا يوجد فيها طريق مرسوف ننتقل أيضا إلى نقطة أخرى ذكر أحد المتحدثين في هذا الاستطلاع وتحدث أيضا الهادي هناك أيضا في ولاية العامرات عن وجود فقط مركزين صحيين وهناك أيضا حاجة بالتعاون أيضا مع وزارة الصحة لإيقاد مراكز صحية أكثر نظرا أيضا للتوسع العمراني هناك في الولاية كيف تقد أيضا هذه الحاجة لهذا المركز الصحي وأيضا تقاوب وزارة الصحة هو الحاجة طبعا إذا قينا نتكلم عن الحاجة هو ولاية العامرات الآن في حاجة ماسة لزيادة مراكز صحية كون أن الكثافة السكانية في تزايد في الولاية فالحين تقريبا عدد السكان أكبر أكثر من سبعين ألف نسمة فالمراكز الصحية يعني حاليا المتواقدة ثلاث مراكز صحية في الولاية فواحد في الثنين في العامرات واحد النهضة واحد المنطقة الأولى والآخر في الحاجر حاليا تواصلنا مع الجهة اللي هي وزارة الصحة وقاموا بزيارتنا في اللقنة اللي هي المدير العامة الدكتورة فاطمة العقمي قامت بزيارتنا إلى لقنة شؤون البلدية في الولاية والحمد لله على أنهم في طريق ماشيين في الإقراءات بإنشاء مركز صحي آخر يكون في الولاية في منطقة المحق وإن شاء الله عن قريب يعني يتم تنفيذه نعم أيضا طالعتنا ربما الصحف أثناء التسقيل هذه الحلقة قبلها بيوم نعم بيقود أيضا مشكلة أيضا صحية وبيئية هناك لديكم في العامرات وهي أيضا انتشار لربما الروايح ويعود السبب لذلك لوجود مصانع وأيضا شركات الصرف الصحي أيضا هذه في ولاية العامرات بالتحديد في الملتقة يوجد هناك اللي هو مصنع كلاء الأسمدة وشركة بيئة تدير المرادم بس الأهالي الأشكالي اللي يعانون منها هناك الروائح الكثيرة ويعني روائح متعبة وهالك المواطن ووزارة الأسكان ما زالت توزع المخططات هناك في هذه المنطقة وكون قرب من الأحياء السكنية موجود يعني الحين الروايح نحن تصل معنا إلى عشرة كيلو مترات في المناطق هذه المناطق والقرى قديمة يعني وقامت الآن ذكرت لي أيضا أن البلدية جاءت وعملت دراسة للوضع هناك لديكم في العامرات نعم مش البلدية اللي عملت دراسة اللي هي شركة حياة شركة حياة للأسمدة للمياه قامت بدراسة في 2013 بتكليف شركة استشارية لدراسة المشاكل اللي صايرة هناك الروائح وكذا فحقيقة كانت تبين الأمر الروائح لم يتم حسم الموضوع إلى الآن ننتقل أيضا إلى نقطة أخرى مع الضيف الآخر أيضا الأساد مالك اليحمدي الآن نحن لا نود الحديث بكثير من السلبية والسوداوية لكن هذه المناطق التي نتحدث عنها الآن العامرات وأيضا المعبيلة هي في العاصمة مسقط صحيح أيضا عندما نتحدث عن نقص الخدمات في هذه المناطق وهي أيضا قربها من العاصمة هناك قهد يبذل لتوفير هذه الخدمات لكن الآن كيف نعمل أو كيف بالإمكان تسريع وثيرة إيجاد هذه الخدمات على الأرض أنا أعتقد الإيجابة على هذا السؤال أخ علي من خلال يعني يكون من خلال أول شيء يعني الاختصاصات المحددة للمجالس البلدية وكذلك من خلال يعني أطياف التمثيل في هذه المجالس البلدية نحن نعرف أن المجالس البلدية كل مجلس فيه يعني مجموعة من الأعضاء منتخبين وبالتالي هم يمثلوا المجتمع وفيه أيضا مجموعة من الأعضاء هم ممثلين للوحدات الحكومية ذات الصلة يعني بطبيعة اختصاصات المجالس البلدية واحتياجاتها وكذلك عندنا في كل كذلك مجلس عندنا عضوين يعني ممثلين لأهل المشورة والرأي فأطياف تشكيلة حقيقة المجلس يعني منظومة متكاملة الشكل الإداري للمجلس البلدي مكتمل لكن مشكلة في التنفيذ نعم مكتمل جدا وهذا الاكتمال حقيقة يعطي يعني نوع من القوة حقيقة حتى في مسألة التنسيق وتحقيق التكامل المنشود بين هذه الوحدات الحكومية فممثل المجتمع ممثل أهل المشورة والرأي يعني جنبا إلى جنب مع ممثل الوحدة الحكومية المختصة ربما كما قال الأخ علي أن الوضع ربما في محافظة مسقط يعني أستطيع أن أقول بما سمعت منهم حقيقة أنه أفضل إلى حد ما نتيجة يعني اعتبار مهم جدا أن تقربة المجلس البلدي في محافظة مسقط تجربة قديمة ليست حديثة حتى وإن كان هو الأفضل لكن نحن نود أن تكون جميع ولايات السلطنة وعموم السلطنة متميزة في الخدمات أيضا والبنية التحقيقية طبعا هذا هو طموح لكن قبل شوية لأخ علي قلت أنه حتى في محافظة مسقط ما زالت توجد يعني بعض المخططات وبعض الأحياء من غير الخدمات الأساسية يعني لا يجب علينا أن نغفل اللي هي مسألة التوسع الإسكاني المتسارع حقيقة إلى الدرجة التي ربما لا تستطيع معها يعني الوحدات الحكومية اللي هي المسؤولة عن توصيل هذه الخدمات وتنفيذها يعني ملاحقة هذا التسارع الإسكاني الكبير وخصوصا مرة ثاني نربط الموضوع بالوضع الاقتصادي الراهل عندما تتكلم عن خدمة تتكلم لابد أن تتكلم أيضا عن اعتماد مالي مطلوب لتنفيذ هذه الخدمة نستمع أيضا لتعليق من الضيف الآخر سليمان المحرزي تحدثنا أيضا عن معاناة الأهالي من بعض الطرق الترابية ومنها أيضا امتناع أصحاب الباصات عن نقل الطلاب وكذلك هناك أيضا آثار اجتماعية أخرى يعني ضعف الروابط الاجتماعية أحيانا بين من يسكن في تلك المناطق والمناطق الأخرى وأيضا في حالة نشوب الحرائق وكلفة نقل المياه مثل ما ذكرنا أنتم أيضا كأهالي كيف تقيمون هذه الآثار بشكل عام؟ هذا واقع ملموس حقيقة الكثير من الأهالي لا يأتون للزيارة بكون هناك الطرق غير معبدة الكثير أيضا لما يكون لا سمح الله بقد الله برف حريق مثلا هناك تأخر بوصول الحافلات لإطفاء هذا الحريق حتى يصعب وصف المكان لأنه لا تقدر قام سكة أو رقم طريق نعم نعم هذا واضح هذا واضح تماما هناك وحقيقة هذا ليس فقط في منطقة حلبان نعم نحن نتحدث أيضا عن عموم السلطنة الكل هنا ولله الحمد يمثل مختلف الولايات هناك نقطة أخي علي حقيقة مهما قلنا في التخطيط ومهما طلبنا أن يكون هناك دقة في التخطيط بداية لما نأتي لأرض الواقع هناك كثير من الاحتمالات والظروف التي لا يمكن وضعها بالبداية بالتخطيط يأتي دور المجالس البلدية يأتي دور المسؤول حقيقة في أن يقوم بالزيارات الميدانية بمقابلة الناس بالجلوس معهم بوضع الأولويات هنا يأتي دور هذه المجالس بصورة مهمة جدا هذه الحيثية تحديدا مطالبة الأهالي تكون هنا أن يكون هناك زيارات ميدانية أن يكون هناك لقاءات مع الأهالي ووضع الأولويات موضع التنفيذ والإيقابة أيضا أن هذه الليجانة والمجالس البلدية فيها مثل ما ذكر السادة اليحمدي ممثلين عن جميع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالشأن المجتمعين الآن سنذهب لمداخلة هاتفية ونتحدث أيضا عن بعد من هذه الأبعاد والتأثيرات لنقص الخدمات وهو أيضا البعد الاقتصادي فيما يتعلق بسوق العقار ونرحب عبر المداخلة الهاتفية أبي خالد بن خلفان الحبسي من بيت العقار للتطوير ونقول مساء الخير أخي خالد مساء الخير أخي علي والضيوفك الكرام والمتابعين يا مرحبا إذن نحن تحدثنا عن الآثار لربما السلبية لنقص بعض الخدمات في الأحياء السكنية أنتم الآن أيضا كعقاريين كيف تنظرون إلى انعكاسات نقص تلك الخدمات على قطاع العقار؟ من المعلومة أخي علي بأن نقص هذه الخدمات الأساسية والرئيسية نتكلم عن الشوارع ومثلا المياه وتوفر الخدمات هذه الرئيسية لها تأثير من خفاضة ونقدر نقول بثبات قيمة العقار بالمنطقة ما ممكن المنطقة هذه ترتفع إذا كان ما فيها خدمات لكن هناك جانب إيجابي قد يغفل الكثير من الناس أن المستثمرين واصحاب الدخل المحدود يتقوا لهذه المناطق لأنه يحكم تكلفتها القليلة وهي تقدر تقول يعني تكون مجرد داولة ومناسبة لاصحاب الدخل المحدود لكنهم حتى لو استطاعوا تملك أرض في تلك المناطق السكنية التي ينقصها الخدمات لن يستطيعوا أيضا السمتاع بالحياة فيها نظرا لصعوبة التنقل وأيضا عدم توفر الخدمات نتسأل أيضا معك أخي خالد ما هو أيضا دور الجمعية العقارية العمانية في إيصال مطالبكم أنتم أيضا كعقاريين متأثرين بنقص الخدمات في بعض المناطق السكنية والله نحن في الجمعية العقارية هي تكتهد وتتابر في محاولة إيصال وتطبيق أفكار العامة وأيضا أعضاء الجمعية العقارية لصناع القرار فنحن نشيد بدورهم ونشكرهم عليه لكن أن لا يتم تطبيق هذه الأفكار أو التجاوب معها مع أصحاب صناع القرار فإن أعلامة استفاد فما نفعل إذا كان عندنا إفكار وعندنا كما تقول مقترحات نتمنى يتم تنفيذها وفي الجهة الثانية لا يتم أبدا نصدر أي حاجة إذا أنت تتحدث عن عقود لربما فقوة وعدم تقاوب بين الجمعية العقارية وأيضا صناع القرار نتسأل معك أخيرا أخي خالد قبل أن نذهب للاستطلاع ما الذي يحتاجه الآن لسوق العقار العماني للتعافي سريعا خصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية وأيضا الخدمات الأساسية هو مثل ما أروح حاليا السوق العقار متأثرة بالاقتصاد العالمي بسعر البرميل وغيره وأيضا لا ننسى أن قوة الطلب قوة العرب في الفترة الحالية أكثر من قوة الطلب وهذا بشكل عامل لتأثير سلبي على السوق العقار الفترة الحالية أيضا ما ننسى دور وزارة الإسكان في رفع رسوم النسبة الإسكانية من 3% إلى 5% هذه كان لها دور كبير في عزوف الكثير من الناس عن الشراء أيضا هناك وجود اعتماد قوائم وتسعيرات لا راضي هذه أثرت بشكل سلبي أيضا لأنها لا تنعكس بسعر السوق الحالي على سبيل المثال بعض المناطق أسعار الأراضي فيها بعشرة ألاف فالإسكان اعتمادهم على القائمة المتوفرة معهم بسعر أكثر من المبلغ الموجود في السوق نحن مبدئيا ننظر إلى الموضوع أن دراسة هذه النسبة الـ 5% إلى إرجاعها على أقل تقليل 3% مثل ما كانت في السابق مثل ما كانت في السابق أيضا اعتماد هذه القوائم المفروض أن تكون من قبل مكاتب معتمدة مختصة بالمنطقة الفلانية فأنا كصاحب مكتب مختص في منطقة مثلا على سبيل المثال ولاية العامرات ما ممكن أن أعطي مكتب ثاني من المعبيلة أو من خارج وصلت الفكرة أخي خالد نحن ربما سنعود ناقش كل هذه النقاط لكن الآن كل الشكر إليك خالد بن خلفان الحبسي من بيت العقار للتطوير إذن مشاهدين بعد هذه المداخلة نذهب ونتابع أيضا استطلاع عده الزميل شاذان المنذري ولكن هذه المرة عن منطقة أخرى هناك في المعبيلة فلنتابع نصف الخدمات كثيرة عندك الشوارع عندك المياه أصحاب التناكر المياه نفسها يعني قالوا أن نحن ممكن بنرفع الأسعار لأنه عدم وجود شوارع وكذا ونحن ما يخلصنا أن نقي المنطقة وبدأنا المطالبة تقريبا يعني من 2015 وطبعا المنطقة متعمرة بعد التعمير فيها من 2012 فبدأنا نتابع القيهات الرسمية بلدية مصطط بشكل عام بخصوص الطرق والمياه نفس الشيء العامة للمياه وكانوا يوعدون من فترة على فترة أنه إن شاء الله في الوقت القريب يعني بتوفر إن شاء الله الطرق وكذا وكذا ولكن إلى الآن مثل ما أنت شايف نحن الآن في 2018 وإلى الآن ما صار شيء الخدمات اللي نحتاج لها في المنطقة هي الدرقة الأولى الشوارع وأيضا الماء يعني النواج الصعوبة جدا في المموضوع الماء طبعا المنطقة هنا عندنا منطقة غير معبدة بالشوارع وأيضا التناكر تجيب الماء من المحطة في المعبيلة المعبيلة تبعد منها تقريبا حدود 23 كيلو أو من 17 إلى 23 كيلو نقل الماء من المحطة هنا يكلف من 6 ريالات إلى 8 ريالات تعمير المنطقة من 2012 ولحد 2018 ما شفنا أي شارع ولا شفنا شمكات مياه فبالنسبة للتأثير تأثير السيارات تربين سياراتنا على كل تقريبا 5 أو 6 أشهر نعمل قيانة للسيارات بوالغ باهظة بلدية مسقط تقاوبها التقاوب بطيء جدا يعني من 2015 احنا بدأنا المتابعة في بلدية مسقط ما حصلنا منهم ردود نهائية قينا بعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجلس البلدي وقالوا وعدونا أنهم ما بيتابعوا في المواضيع هذه بالنسبة للماء والشوارع لكن لحد الحين ما في أي ردود منهم الشوارع المدارس المراكز الصحية الماء بالرغم أن الخط الماء يمر من نفس المنطقة فما يحتاج عن حاجة كثيرة يكون وبالنسبة للشوارع الشوارع تدير بالمنطقة دائر مدار فأجزاء بسيطة ناقصة إذا تتشابه الهموم في هذه الملاطق التي ينقصها بعض الخدمات ونعود للحديث مع ضيوفنا الدكتور أيضا علي ونتساءل ذكر قبل هذا الاستطلاع أيضا الأخ خالد الحبسي وهو أيضا تحدث عن قطاع العقار وذكر أن هناك أيضا عدم تقاوب من قبل القهات المعنية بسوق العقار مع الجمعية العقارية وأيضا تحدث الأخوة في الاستطلاع عن أيضا ضعف التقاوب مع المطالب فيما يتعلق بالشأن البلدي البلدي الآن برأيك ما الحل لذلك؟ حقيقة مثل ما تفضل الله خالد الحبسي خصوص السوق العقاري في سلطنة تأثر تأثر كبير أول شيء بسبب نقص الخدمات في الأحياء والمخطات الإسكانية والسبب الآخر في رفع الرسوم وهي طبعا أثر حتى على ميزانية دولة لأن النقص كان بأكثر من 60% فأعتقد أن الدراسات التي عدت في هذا المقال يقولون نقص التداول في السوق العقاري تقريبا 64% أكثر من 60% فأعتقد أن هذه الدراسات لم تكن وافية ومستوفية وأيضا عند وضع هذه الدراسات لم يرقعوا للمجالس البلدية أو للقهة المشرعة حتى يتخذوا فيها القرار السليم لذلك صار القرار سلبي وكان تأثيره على السوق العقاري وأيضا على القهات المسؤولة شيء آخر بخصوص المطالبات المتعلقة بالمجتمع هناك اشكالية معانا في التنسيق فيما بين الوزارات وأيضا كل وزارة تنأغ بفكرها عن الوزارة الأخرى حتى في ملاحظة في المجلس لعلى للتخطيط المجلس لعلى للتخطيط لا توجد بينه شراكة بينه وبين المجالس البلدية على سبيل المثال والمجالس البلدية هي المعنية بالتخطيط فالمجلس لعلى للتخطيط المفروض أن تكون هناك بينه وبين المجالس البلدية علاقة وثيقة في وضع القرارات والمناسبة أيضا فيه مقترحات في بعض الأماكن هناك شبكة جاهزة من مياه ومن كهرباء ومن طرق لكن للأسف في المجلس لعلى للتخطيط مع إعطائه المقترحات والتوصيات في هذا المقال ما أخذ بتوصيات المقالس البلدية وأنا أتكلم بهذا الخصوص فيما يخص محافظات شمال وقنوب الباطنة الجهة الشمالية للمحافظتين فيها مكتملة الخدمات لكن التوزيع الإسكاني يكون في الجنوب الشعر دعنا نستمع أيضا لتعليق من السادة عبدالله الهادي الآن ما هو الحل لتكسير أيضا هذه الهوة بين المجالس البلدية وأيضا صناع القرار هو حقيقة يعني هذه تكملة الخدمات والهمزة الوصل اللي هو بين المواطن وإحنا كأعظام أجلس بلدي وبيننا وبين صناع القرار يعني نسعى إلى تقريب يعني تكون إيصال المطالبات إيصال المطالبات والاحتياجات نقوم بتوصيلها وعلى الجهات المعنية بالتقاوب معنا والتبالل والتنفيذ يعني والإسراع في هذه يعني كون الحين المعاناة التي شاهدناها وحاليا في ظل هذه الظروف لنمر فيها يعني وهم أيضا ماضون في إيقاد هذه الخدمات على أرض الواقع لكن ربما أيضا مثل ما ذكر الأستاذ اليحمدي هذه الظروف الاقتصادية التي لا تمر بها السلطنة فقط وإنما أيضا عموم المنطقة والعالم نتسأل معك أيضا اليحمدي الآن ذكرت أن الهيكل التنظيمي للمجالس البلدية جيد لكن المشكلة ربما في التنفيذ الآن كيف بالإمكان الوصول إلى نقطة يتفق معها الهيكل التنظيمي الجيد مع التنفيذ الجيد سؤال جميل جدا أخي علي وأنا أعتقد أن الحل قادم في الطريق أولا من خلال المجلس الأعلى للتخطيط لأنهم لن يعملوا في وضع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة في مختلف الجوانب فأعتقد أنه قاطعين شوط ونتوقع أن تكون هذه الاستراتيجية إن شاء الله جاهزة عما قريب في خلال هذا العام هذا من خلال تواصلنا معهم ولقاءاتنا بهم وكذلك زياراتهم لنا حقيقة في المجلس البلدي محافظة مسقط هذا قانب لقانب الآخر كنا أيضا نتحدث يعني خارج إطار الحلقة عن موضوع قضية الوحدة في مسألة التخطيط والتنفيذ يعني عندنا الجهة المسؤولة عن التخطيط وزارة الإسكان والجهة المسؤولة عن التنفيذ هي مثلا بلدية مسقط أو القطاع الخاص أو الشركات الخدمات أنا أعتقد أنه ما لم تتوحد حقيقة يعني ما لم تتوحد السلطة المختصة بالتخطيط مع السلطة المختصة بالتنفيذ وإلا لن يكون هناك يعني تحقيق لهذه الخدمات بالمستوى المطلوب على الأقل إذا لم يكن توحيد هذه الاختصاصات أو يعني توحيد هذه السلطات على الأقل يكون في نوع من المشاركة بمعنى أن السلطة التنفيذية تكون مشاركة للسلطة التخطيطية للمسؤولين من المجالسة البلدية ومن المسؤولين البلدية للقاء الناس للوقوف على الاحتياجات الآنية والضرورية للمناطق كل الشكر لكم ضيوفنا في هذه الحلقة كل الشكر لك الدكتور علي بن مبارك رشيدي نائب رئيس المجلس البلدي بمحافظة شمال الباطنة كل الشكر لك وشكر كذلك لضيفنا الآخر عبدالله بن حبيب الهادي عضو المجلس البلدي بمحافظة مسقط ومثل ولاية العامرات كل الشكر كما نتوقف بالشكر كذلك لضيفنا مالك بن هلال اليحمدي عضو المجلس البلدي بمحافظة مسقط كل الشكر شكرا لك الأخ علي ونأمل أنه فعلا أنه أضفنا وقدمنا شيء من المفيد والمعلومات المفيدة والهارفة التي إن شاء الله نأمل أن نتحققها أعطيكم معافظة ومتمنى أيضا من يستمع لنا في هذه الحلقة من القهات المعنية بتوفير هذه الخدمات أيضا أن يبادر بالإسراع في توفير هذه الخدمات على عرض الواقع إن شاء الله نتوقع أيضا بالشكر لضيفنا الآخر المهندس سليمان بن محمد المحرزي أحد سكان منطقة حلبان في ولاية السيب كل الشكر لك المهندس كل الشكر وتقدير لك أخي علي والمشاهدين الكرام إذن مشاهدين جهود كبيرة وأعمال عديدة تم تنفيذها للارتقاب البنية التحتية للأحياء السكنية وهذا أمر لا ننكره جميعا وهناك أيضا المزيد من الآمال والأعمال التي ينتظر إنجازها في قادم الوقت وبين المنجز والمنتظر حاجة لمزيد من التخطيط الاستراتيجي والحضري للمخططات السكنية الجديدة التي سيتم توزيعها خلال الفترة القادمة إذن ختاما هذه التحيات فريق العمل والمخرج سلطان البحري في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة